الآن سؤال هل كان الرب يسوع يفرق بين اليهود والأمم عندما رفض المرأة الكمعانية في بداية الأمر السيد المسيح مدح قائد المئة الأموي وأن لم أجد في إسرائيل كله إيمان مثل إيمان الرب ومدح كثيرا من الأمميين وقبل سعود قال التلميذ تكونون لي شهودا في أوروشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وقال لهم اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم أما المرأة كنعانية فكان في لعنة واخداها من أيام أبينا نوح والسيد المسيح كان عارف أنها تحتمل فقال لها كلمة صعبة وبعدين طوابها لما احتملت بيقول هالحرام أن يصبح الإنسان المسيحي مطرب مطرب يعني بالطرب العالمي إذا كانت الأغاني اللي بيقولها تثير في الناس مشاعر غير مقدسة يبقى حرام إذا كانت الأغاني اللي بيقولها تثير في الناس مشاعر غير مقدسة أو تنقلهم إلى جو متعب يبقى حرام يقول هل تغيير الاسم حرام لو كان من اسم أحد الفديسين إلى اسم عالمي يعني واحد مثلا اسمه جرجس أو تدرس يغير نفسه لاسم عالمي طبعا يبقى حرام لأن معناها أنه هو إما بيمكر مسيحيته أو بيمكر محبته لهذا القديس واحد بيقول ما رأيه قد يستكم في نقل الأعضاء علما بأن الجسد مقدس والجسد هيكل للروح القدس الحال فيه فهل أخذ أعضاء المسيح وأعطيها لأي شخص ربنا بيقول لا يوء ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحده فإذا كان الإنسان ممكن أن يضع نفسه كلها من أجل غيره فممكن أن يضع عضو معين من أجل غيره دي مش يجرى حاجة يعني يعني هو أنت بأعضاءك المقدسة كلها ما بتغلقش وهي أعضاء المسيح بلشن الفريسية في تفسير الآيات كون أن الإنسان يبزل نفسه من أجل غيره من أجل مؤمن أو غير مؤمن كله بركة زي مثل الفريسي والأشار المسيح بزل حياته من أجل العالم كله وانتفع المؤمنون التائبون ولم ينتفع الباقون واحد يقول ما رأي قد ستكم في السفر لو تارد ورأيكم في الزواج والأجنبيات زمان كانوا الأجنبيات وثنيات لكن دلوقت فيه أجنبيات مؤمنات وقديسات وكل حاجة فما فيش مانع مدام إنسانة مؤمنة وروحية رأي للسفر للخارج إن تضمن أولا إنك تلاقي شغل هناك وتضمن أولا إن الشهادة بتاعتك يعتمدوها وكذلك تروح بطريقة قانونية يعني اشتسافر كده بطريقة إليجل وبعدين تدور وفي ناس ينفعهم السفر للخارج وفي ناس ما ينفعهمش واحد بيقول كيف إن محبة العالم عداوة لله في حين إن الله محبة لا يعرف العداوة عداوة لله يعني الناس بيعادوا ربنا مش ربنا بيعاد الناس صحيح الله بحبة لا يعادي أحدهم لكن عداوة لله يعني الناس البشر اللي بيحبوا العالم هم اللي بيعادوا ربنا واحد بيقول لماذا يختارون في الأديرة التعليم العالي في الرهبان لا ممكن إذا كان حد تعليم متوسط أو مش ما فيش تعليم خالص لكن في حياة روحانية يقبل في الدير وبعدين سؤال تاني هل الان يمكن إن أحد يتكلم بألسنة في ناس يعرفوا يتكلم انجليزي وفرانساوي وألماني وطالي لكن الأخباطة اللي بيقول عليها ألسنة دي لا وكتاب المقدس بيقول الألسنة ستبطل واحد بيقول نرجو من قداستكم أعطاء لنا نبزة عن الوحش ال666 أنا رأيي أنه هو ضد المسيح اللي ورد في تسالونيك التانية الصاحة 2 وقيل عنه المقاوم والمرتفع عن كل ما يدعى إلها حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله واحدة بتقول أنا فتاة عندي 31 سنة ولم أتزور لأنه لم يتقدم لي الإنسان المناسب ولأنه مرتبطة عاطفيا بشخص كويس جدا ومناسب لي لكن ظروفه المبدية كمت صعبة وهو كبير أسرته وهو إنسان مكافح وأنا أحترم جدا ولا أتمنى الارتباط إلا بسواه وهو مسافر وسوف يأتي إلى مصر بعض السنة ويتقدم لخبطه فهل أنتظره أم أوافق على العريس المتقدم لي مع إنه غير مقتنع به إذا كنت واثقة من إن الشخص اللي بتخبيه المناسب فعلا هيجي بعد السنة ويخطبك مجردش حك أصبري السنة لو كانت ظروفه هتتحسن أو لو كان وعدك بكده هل يجوز لنا الزواج من الطواقف الأخرى ولو كان لا فلماذا يجوز لك أن تتزوج من طواقفة أخرى من نفس الإيمان يعني السوريان أرتودوكس أرمن أرتودوكس أحباش أرتودوكس إيرتريين أرتودوكس يجوز لك مدام طواقفة تتفق معنا تماما في الإيمان لكن لا يجوز إنك تتجوز من طواقفة تخالفنا في الإيمان ولو كانت مسيحية حتى نفس الأسيس الإبطي مش يرده يجوزه ونفس عقود الزواج مكتوب عليها عقود الزواج لمتحدي الملة والطاقفة واحد بيقولت ووفي والدي ووالدتي في شهرين يناير وفبراير الماضيين دا يفحاته وصدمت صدمة لا تقدر ويأست من الحياة مدام أخرها الموت وإلى الآن قلبي لونه أسود مثل ملابسي اللي لازم أحد ست لبس سوى لدرجة أني كرهت كل شيء حتى ذهابه للكميسة أو سماع كلمة الله الحمد لله أنك حضرت لك ده نحن شوف يا بنتي عايز أقول لك حال سؤالك في حاجات عايزة تصحيح يعني بتقولي يأست من الحياة مدام أخرها الموت الحياة مش أخرها الموت مين قال إن الحياة أخرها الموت الحياة لا تنتهي دي عايشة إلى الأبد بس الموت مجرد جسر بينقل من حياة إلى حياة لكن الحياة لا تنتهي بالموت لأن ربنا مد الإنسان نفس خالدة بتحيا بعد الموت أيضا والوالد والولدة أحياء ممتوش ولذلك السيد المسيح لما اتكلم على هذه النقطة وقال ربنا قال أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو إله أحياء وليس إله أموات إذا نعنى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما زالوا أحياء فولدك ووالدتك دول أحياء ما جررهمش أحد بس انتقلوا من حياة فانية إلى حياة باقية وأنت إن شاء الله بعد عمر طويل جدا 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 هتنتقل إلى حياة فاضلة سواء كرهت الحياة دي أو ما كرهتهاش كلنا هنتقل إلى حياة فاضلة حياة أخرى فما تقوليش كرهت وتصدمت عشان الحياة أخرها الموت لا كمان ليه تصدم عايز أسألك سؤال كده مين من الناس في الدنيا دي كلها أبوه وأمه عاشوا إلى الأبد مين ما كلنا أبأنا وأمهاتنا طبعا بعضكم ربنا يخللهم أبأهم وأمهاتهم لكن إحنا كتير مننا الكبار في السن أبأهم وأمهاتهم توفوا فأنت لست الوحيدة في العالم إلا أبوك وأمك توفوا ليه تقولي قلبي أسود زي ما لبسك على فكرة ما لبسك الصباح اللي خارس يلقى يقدرنا لبس السودة دي كلها وقار كلها إيه وقار وألغزانها إلا إحنا نعملين اللي عايشين في السودة طولها يعني إذا كان أنا وليه تقولي قلبك السودة أبوه مش مبسوط وكلمت منفروض قلبك بيسكن فيه الروح القدس من الروح القدس بيبيضه بيخليه أبيض كالسنك لازم تغيري أفكارك ليه وترجع طبيعتك وتقولك رهت كل شيء حتى ذهابه للكليسة بلاش الحاجات دي بلاش الحاجات دي بلاش الحاجات دي مين من الناس ما عندوش ميت مين من الناس ما عندوش ميت اللي ما عندوش مية أب وأم عندو مية ابن ابن أخ أخت ابن خالب ابن خالب كل اللي بيوت فيها موت وللناس لأنه بيمطلهم مية مش بيمتنوا على الكنيسة ده بيخش هم والمية جوه الكنيسة ويسمعوا الصلاة عليه جوه الكنيسة وبعدين الكنيسة بتروح في يوم الثالث وتصلي عليهم هناك لكي تذكرهم أن كما أن المسيح قام في اليوم الثالث الميت بتاعهم هيقوم أيضا في اليوم الأخير فبيت تذكرهم بالقيام وإن كانوا مزعلانين ومرحوش الكنيسة الأسيس بيرح لهم لحد عندهم في الدين ويقول لهم اصطلحنا مع ربنا تعالوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة